في شوارع مدينة الديوانية في محافظة القارسية توجد شريحة مجتمعية منسية ذو الاحتياجات الخاصة في المحافظة يعانون الأمرين فبجانب إعاقتهم التي لا تسمح لهم بمزاولة أعمال شاقة وجد أحمد أبو عبدالله نفسه مجبرا على مزاولة هذه المهنة بعد أن فقد ساعده الأيسر إبان الحرب حاولت أن ألقى وظيفة أو شيء أو راتب رحايا أو غيرها ما حصلت أي وعدة من هذا المهم فاشتغلت كذا عمل أما بالنسبة لأبو زينب الذي يعمل كاسبا في أحد الأسواق الشعبية في الديوانية فيؤكد أن الفقر والإهمال الحكومي اضطره إلى العمل هنا لتأمين لقمة العيش لعائلته نحن شريحة اللي عانينا ما عانينا يعني معانات كبيرة في هذا البلد معموقين وراتب عدنا رعاية اجتماعية جدا قليلة ما توفى بالغرض اضطرار شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل الشاق لتأمين أدنى متضالبات العيش يثير تساؤلات حول أسباب إهمال هذه الفئة من المجتمع وبالذهاب إلى مبنى مجلس محافظة القادسية ولقاء المسؤولين هناك جاء الجواب لأسف الشديد هذه الملف ذوي الاحتياجات الخاصة هو ملف مركزي لحد الآن لم تنقل صلاحياتها إلى المحافظة لكي تقوم لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة وكذلك المعامل المختص في محافظة دوانية بإجراء بعض لاتخاذ بعض القرارات والفقرات المهمة التي تخدم هذه الشريحة نتمنى نحن في لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة أن تكون هناك رعاية من قبل الحكومة المركزية الاتحادية من خلال إصدار التشريعات لحماية هذه الشريحة المظلومة الشريحة محرومة إذن حكومة العبادي هي من تتحمل مسؤولية إهمال ذوي الاحتياجات الخاصة بنظر مسؤولي محافظة القادسية وبين هؤلاء المسؤولين ونظرائهم في بغداد يعاني المهمشون من هذه الشريحة الأمرين في سبيل استمرار حياتهم